اهلا بحضراتكم اشتركوا في القناة وفقا للدستور فانه يجب ان يتم اعلان النتيجة قبل 2 مارس المقبل حيث تضمن النصوص الدستورية على نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من اتهاء مدة الرئاسة الحالية والتي تنتهي في 2 ابريل المقبل وحاث المستشار احمد بندري كافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيرا الى ان الاجراء الفاص بعدم المشارقة سابق لاوانه وعن امكانية التصويت الالكتروني اضاف قائلا منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لاحد ان يعرضه لاي مطعن نبتعد عن التصويت الالكتروني خشية اجراء اي طعن لانه يحتاج الى تعديل دستوري واشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الى الجهود المفزولة من امانة الحوار الوطني وكذا البيانة الذي اصدرته الامانة العامة للحوار الوطني بشأن انتخابات رئاسة مؤكدا ان الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون وقواعد المنظمة وقال المستشار ان البعض حاول التشكك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدا على ان الهيئة لن تتهون في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي شخصة او مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات مؤكد ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت اشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية وقال المستشار احمد بنداري ان الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وسالس انتخابات بعد صورة 30 يونيو المجيدة واضف ان الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه مشيرا الى تعهد الهيئة الوطنية ان تكفل لراغب الترشح حقهم كاملا متى توفرت فيهم شروط الترشح واستفاء متطلباتهم القانونية والتظلمية والاجرائية وشهدت بنداري بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون اليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وذلك تحت اشراف قضائي كامل معقبا من دمين للمرشحين في سائر اللجانة الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناب زيقاء كده نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التخطية شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا منا يحيا وإلى اللقاء